موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام الأوفياء في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن سؤال وصلنا كثيرا ماذا تحقق بعد عام من رحيل الفريق أحمد جايد صلى بلا شك أن الفطرة أي منذ فيفري 2019 إلى غاية 23 ديسمبر 2019 كانت مرحلة الجايد صالح بإمتيازه ويجب أن نؤكد على نقطة هامة ويفهمها الجزائريين مليح مليح أن نحن لا نقدس الجايد صلى الله عليه وسلم ولا ننزهه ولا نضعه في مقام الصالحين والصدقين وأولياء الله هذه مفروق منها؟ كنا ننتقد عندما كان في فطرة معينة قوة تضاف إلى نظام بوتفليقة بغض النظر عن أسباب المبررات التي كان يقدمها الجيش في ذلك الوقت إلا أنه كنا في ذلك الوقت ننتقد لأن الجيش في ذلك الوقت كان يحمي عصابه لكن عندما خرج الجزائريون إلى الشارع كايد صالح جمع الشعب والمؤسسة انحازت إلى الشعب والمؤسسة كانت هي القوة التي قهرت عصابة بوتفليقة وتحديداً القايد صالح في ذلك الوقت لو كان هناك قايد واحد آخر للأركان وكان يقود في الجيش لكان للمؤسسة العسكرية موقف آخر حتى يوم 22 في إفري 2019 الجزائريون خرجوا على حذر كانوا يتوقعوا أنهم يتعرضوا للقمع خاصة بأنهم من قبل تعرضوا إلى قمع من الأجهزة الأمنية كانوا يتوقعوا أنهم يتعرضوا إلى قمع كبير لذلك خرجت مجموعات وعلى حذر شديد ولكن عندما لم يحدث شيء والجيش وضع الأجهزة الأمنية عند حدها اندفع كل الجزائريون إلى الشوارع هذا شيء جيد كنا نشك يعني بصراحة بسبب المعطيات أنا ذاك القائمة أنا ذاك كنا نشك بأن القايد صالح يريد أن يستحوذ على الحكم وكان هناك أطراف كبيرة رح يقولوا بأن المؤسسة العسكرية أن القايد صالح ربما يكون هو الرئيس الذي يخلف بوتفريق لكن جاءت انتخابات 12-12 ديسمبر لم يترى الشحل للقايد صالح بقي في دوره إلى 12-12 آخر ظهور كان له يوم 19 ديسمبر 2019 لما أدى عبد المجيد تبون القسم الرئاسي ويوم 23 ديسمبر أعلن عن وفاة الفريق أحمد قايد صالح تصني أنا ما كنت هناك في الجزائر ولكن الرسائل الكثيرة التي وصلتني من الجزائريين وبينهم من يعارضون النظام برمته يقولوا بأنه في ذلك الوقت بقدر أنهم كانوا يختلفوا مع القايد صالح في بعض الأمور إلا أنه شكل لهم صمام أمام فكانوا كل نهار ثلاثة يستنوه وشيقول القايد صالح بعد ما يتكلم يخرجوا يصير حديث القايد صالح حديث العام والخاص في ذلك الوقت كان الجزائريون يعتقدوا بأنه يؤمنوا بأنه القايد صالح كان عبارة عن خيمة كبيرة يحمي البلد لأنه لا يمكن أبدا أنه عندما يخرج الشعب إلى الشارع ولما تكونش هناك جهة معينة تحميه وتؤثره راح تصل الأمور إلى الانفلات نعم تصل الأمور إلى الانفلات لأنه كل الناس في الشارع مشهم على نبض رجل واحد كلهم مشهم مرجعية فكرية واحدة كلهم قادر يكون بينهم المخترقين اللي راح يقوموا وشفناهم في مظاهرات في كثير من الدول طبع في وسطهم جهات تدفع هذه المظاهرات إلى العنف مع الأجهزة بعد ذلك الأجهزة تتدخل وهي أصل العناصر اللي مارست العنف في الصف الشعبي هي تابعة للأجهزة لكن هذا لم يحدث الجزائر لذلك كانت المظاهرات سلمية بمعنى الكلمة لأنه نريد أن نخوض في التاريخ لأنه الآن هذا كل يعرفه الجزائريين لكن السؤال ما الذي تحققه على مدار عام من حكم تبون وعلى مدار عام من وفاة الكأس هل المستوى يجب أن ننظر إلى الكأس بجهته الفارغة والمملوعة حتى نكونوا واقعيين وموضوعيين تحقق شيء أن الجزائر قاعدة عندها رئيس رئيس جمهورية لأنه لو لم يكن لديها رئيس ربما الأمور غير التي نراها جاءت جائحة كورونا وجود رئيس دولة شيء جيد هذه النقطة الإيجابية هذه النقطة الإيجابية الأولى النقطة الإيجابية الثانية أن الأمور لم تنفلت ولم يحدث صراع لم يحدث صراع في الشرع غالبا أن المظاهرات الشعبية عندما تخرج تستمر إلى فطرة معينة سلميا وبعد ذلك تنفلت الأمور هذا الشيء الإيجابي أن الأمور لم تنفلت الشيء الآخر أن الجزائر واجهت تحدي كبير يتمثل في وباء كورونا هذا الوباء العالمي الذي زلزل اقتصاديات الدول لكن الجزائر في هذه المرحلة تخيلوا بقيت على تلك الأوضاع بقيت على تلك الأوضاع ما تقول لي أنه من المفروض تكون أفضل ممكن تكون أفضل وممكن تكون أسوأ القضية مفتوحة على كل الاحتمالات والدول لا تسير بمنطق أنها تكون مفتوحة على كل الاحتمالات بل تكون دقيقة في كثير من الأمور ولا يجب أن تحسب كل الحسابات إلى خطواتها وسيررتها وسيرها نحو مستقبلا لذلك لا يمكن أبدا أن نخضع الأمور إلى منطق المغامرة لو أرادنا أن نحصل إيجابيات سنجدها قليلا حقيقة وجود استقرار إلى حد ما شيء إيجابي وأنا أجزم لكم أنه لولا وباء كورونا ليس من السهل أن يستقر الشارع إذن أن كورونا لعبت دور في تهديئة الشارع ناس صارت تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالصحة وتتعلق بالعلاج وتتعلق بأشياء كثيرة لذلك هدأ الشارع إلى حد ما وهذا وجدته السلطة فرصة بدل أن السلطة تستغل هذه الفرصة لتستعيد الثقة لأن الشارع الجزائري في أغلبيته الساحقة لا يثق في السلطة حتى قبوله بتبون شفنا الانتخابات أنها كانت ضعيفة انتخابات الرئاسية لكن الشرعية التي أخذها تبون هي شرعية القيد صالح الناس الذين راحوا لسندق الاقتراع وفطاو استجابوا إلى العهود والوعود التي أطلقها القيد صالح والتي تعني لهم وعود المؤسسة العسكرية هذه هي الإشكالية فيه لكن الذي حدث أن السلطة استغلت هذا الأمر ليس من أجل استعادة ثقة المواطنين بل من أجل تمرير مشاريع أديولوجية مشروع مشاريع معينة واضحة في الدستور يبين ذلك أمر آخر أن العصابة لم تسقط العصابة أسقطت القيد صالح بتلك الطريقة التي تبقى عليها علامة استفهام لكن الذي حدث أن العصابة لم تسقط بل استغلت وضع كورونا وراحت تستعيد أنفاسها المشكلة التي حدث أن الرئيس عندما دخل الرئاسة ما دخل بطاقم دخل معه شوية أفراد كان القيد صالح هو الغطار والمؤسسة العسكرية راح القيد صالح الرئيس تبون فقد المؤسسة العسكرية تقريباً المؤسسة العسكرية بدأت شنجريحة بدأ ينفذ مشروعه شنجريحة يتماهى في بعض الأمور العسكرية مع القيد صالح لذلك شنجريحة ما مس القرارات والمشاريع التي فتحت داخل المؤسسة العسكرية ولكن لم يتماهى معه في أسلوب القيادة قيادة الجيش لذلك شن حملة شرسة داخل المؤسسة العسكرية من حيث التعينات من حيث كذا وتم استهداف رجال القيد صالح بينهم الذين سجنوا ولوحقوا بينهم الذين عزلوا وذهبوا إلى التقاعد وبينهم الذين احتقروا ووضعوا في أماكن وقالوا لهم أسكتب هذه الحقيقة إذن راح شنجريحة يمسح بصامات القيد صالح في داخل المؤسسة أمر آخر أن القيد صالح ليست له بصامات عسكرية فقط بل لديه بصامات سياسية لذلك شنجريحة أراد أن يفرض بصاماته حيث بدأ يخرج على طريقة القيد صالح يوجه خطابات راح بدأ يرجع الاعتبار للناس اللي عقبهم القيد صالح القيد صالح هناك الذين عقبهم حقيقة عندهم ملفة فساد وهناك أيضا الذين لم يتماهوا معه في المشروع اللي أيدوا أعزلهم وكاين اللي بعثهم للتقاعد وكذا ولكن شنجريحة ما راح شرجع الناس اللي قصاهم القيد صالح ونحن عارف هذا طبعا المؤسسة العسكري يكون قائد يقسي ناس طبعا هذا المفروغ منه يجيب الناس اللي يخرجوا عليه واللي عنده علاقات بهم ويؤمن بأنهم يدعموه في مسار ويخدموه هو لم يسترجع فقط مثلا الضباط الكبار الذين أقصاهم القيد صالح ومعطاهم مش مناصب وكذا 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 وأبعدهم بل أنه راح يسترجع حتى الضباط الذين أدخلهم القيد صالح في السجون بتهم الفساد ولذلك وهذا من اللي يدخلهم القيد صالح بتهم الفساد كلهم كانوا يتماهون مع العصابة لذلك وجد شنقرح نفسه يتماهى مع العصابة لا أدري عن علم أو من غير علم هذا شأن آخر ولا أعتقد أنه قائد عسكري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يعني الرجل من المفروض فرض نفسه أنه هو من المفروض ما يكونش الرجل الأول في المؤسسة العسكرية هو الرجل الأول في القسم العمليات المؤسسة العسكرية ولكن شنقرح هو الرجل الأول لا وزير الدفاع ولا بطيخ يتصرف كوزير الدفاع نعم راح من المفروض أنه قائد بهذه المكانة يجب أن كل أمور يكون عن علم لذلك شنقرح بدأ وهو وجماعته أولا بدأ يخرج هؤلاء الناس أكثر من خمسين ضابط سامي في سجن البوليد العسكر وفي سجن أخرى تم إخراجهم انتفاء وجه الدعوة كانت عندهم ملفات قطعوا لهم الملفات وقالوا روح الدر لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم إخراج بعض من الأشخاص هم أصلا كانوا في عهد القيد صالح رموز الفساد نعم خرج رب راب اللي أنه لو كان قاعد القيد صالح راب راب ما يخرج من الحبس أنا أقول هالكو رح يطلع عنه ملفات أخرى والمعلومات اللي عندي تقول أنه كان على مكتب القيد صالح ملفات أخرى فقيلا ذا رب راب هذه نقطة أمر آخر عمارة بن يونس وأمر آخر توفيق توفيق خرج منذ مدة داوه إقامة في بوشاوي وهناك اللي يتحدث على إقامات أخرى يعني أن نغادر سجن البوليد العسكرية حتى رتاق الله أعلم هو فيه معلومات أخرى تقول عنده فطرة أنه غير موجود في السجن العسكري إذن التهم المشكلة يجب أن نكون شو الواقعية التهم التي وجهت إلى الفريق المتقاعد توفيق محمد مدين هي لا تتعلق بالفساد ولا تتعلق بالعشرية الدموية ولا بملفات حقوق الإنسان ولا أي شيء هي مؤامرة على المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية في عهد القيد صالح ماذا كانت تنظر تنظر إلى الطرف الآخر اللي فيه سعيد وتفليقة وأو يحيى وسلال ومجموعة هذه شوف لها نظرة عصابة يعني كل من يتماهى معها في إيجاد مخرج معين فهو يتآمر مع عصابة لذلك بدأوا يخططوا لإسقاط القيد صالح لأنهم بالنسبة لهم القيد صالح راه عدوهم رقم واحد لكن تفطلهم القيد صالح وتعرفوا القصة كيفاش عليه بن عليه خبروا وكذا فاتخذ ضدهم إجراءات ذلك دخلوا في السجن دخلوا للسجن بتهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة الدولة في ذلك الوقت سلطة الدولة والجيش تتمثلت في القيد صالح وغيره لكن لما راح على القيد صالح شنجريحة صار ينظر إلى توفيق وترطاق وحنون وجمع أنهم تآمروا أو أنهم كانوا رافضين للقيد صالح القيد صالح رحل لم يعد يعني شيئا بالنسبة لشنجريحة وغيره وهذه مشكلة الجيش الجيش القيادات العسكرية وهذه حقيقة أنهم مش أوفياء إلى رجالهم حقيقة ما يوكلوش بعض هذه لازم تعرفوها لأنه السيستام لأنه المشكلة في الجزائر أن النظام أن هناك سيستام هناك نظام صح يتبدل الأشخاص ولكن السيستام يبقى نفسه سيستام بنكهة عسكرية لذلك الجيش لا يأكل لرجاله لو كان القيد صالح الآن موجود على قيد الحياة وتقاعد ورح للتقاعد وقعد في بيته وكان هذا هو الأرجع رح قعد في بيته لذلك شفناهم كيف استرجعوا خالد نزار خالد نزار يبقى وزير الدفاع يبقى العلبة السوداء أنطع مرحلة التسعينات هذه المرحلة هي أخطر مرحلة مرة بها الجيش سنعود إلى هذا الموضوع لذلك بدأوا ينظروا إلى قضية بمجرد رحيل القيد صالح انتهى المسار إلى انتخاب رئيس جمهورية بالنسبة لهم قضية مؤامرة على سلطة الدولة وعلى كذا انتهى سعيد بوتفريقة فتحوا ملفات مدنية لأنه لا يعني لهم شيء لكن ترطاق وتوفيق يعني لهم الكثير فهما من أركان مرحلة معينة التي كان يقود فيها خالد نزار وكان فيها شنقريحة وغيرهم لذلك استرجعوهم وشفنا كيف عود رجع الجنرال بن حديد جنرال بن حديد كان قائد على شنقريحة خالد نزار كان قائد على شنقريحة وعلى يوسف بوزيد اللي كان يقول له غير مونت جنرال حتى شنقريحة في عدداته كان يتصل بخالد نزار وهو مديني يقول له غير مونت جنرال ولا يتلقاه في حين القايد صالح كان كان مهربش نزار راه في الحبس راه في الحبس وطلعوا ملفاته ونزار عنده ملفات أفساد كيف هي منع الانترنات والشركة عنده ملفات فساد هو ولد كلهم أنا أقول لكم أغلبية ساحقة من المسؤولين الكبار في مرحلة متفنقة تورطوا في قضايا الفساد بطرق مباشرة أو غير مباشرة وخالد نزار راه متورط في قضايا حقوق الإنسان وأشياء لذلك نقول لكم أنه هنا يأتي دور عدالة الانتقالية لو كانت هناك عدالة انتقالية ما كانت تهم التوفيق وطرطاق وجمعته ما رحل القايد صالح طلبوها بأنها تآمر على القايد صالح القايد صالح لا يعني لهم شيء ما رح يخرجوه لو عدالة انتقالية كانت تفتح كل الملفات ملفات حقوق الإنسان ملفات الفساد ملفات الإرهاب وملفات كثيرة هناك عوائل جزائرية فقدت أبنائها يا جماعة خالد نزار ونعود الموضوع خالد نزار الذي عاد يوم عشر اثناعش الفين وعشرين وفي طائرة رئاسية خاصة حقيقة من ناحية العسكرية الاستراتيجية أن الجيش لما يسترجع وزيره جنرال موجود في الخارج شيء مهم بقاء شخص مثل خالد نزار إلى في الخارج سيسبب متعب أولا أن خالد نزار لديه قضايا وأولها قضايا تتعلق بجرائم الحرب في سويسرا وإذا تمت إيدانة خالد نزار وتم توقيفه فمعناها إيدانة المؤسسة العسكرية خالد نزار ما كان حامل السلاح يقاتل في الميدان ما كان هو اللي يعذب في السجود ما كانوا مكان بل أنه خالد نزار كان يأمر كان يصدر أوامر والجيش هو الذي ينفذ إيدانة خالد نزار بجرائم حرب معناها إيدانة المؤسسة العسكرية إيدانة المؤسسة العسكرية القادة الموجودين الآن كانوا في تلك المرحلة كلهم قادة في الميدان ومنهم شنقريحة شنقريحة بحد ذاته كان قائد ميداني ساهم في طار ما يسمى مكافحة الإرهاب هذه حقيقة معناها إيدانة إذن المؤسسة العسكرية شوفوا نقول هالكم مرحلة التسعينات راهي مرحلة سوداء وملف ملغوم بالنسبة للعسكر وما يسمح لأي كان يقترب بنا لذلك عندما تلاحق خالد نزار بتهمة جرائم حرب فأنت لاحقت الجيش والجيش إذا لاحقت الجيش معناها لاحقت القادة ولذلك هم عملوا بطريقة واسترجعوا خالد نزار خالد نزار بماذا ملاحق؟ ملاحق بتهمة المؤامرة وانتقادات للجيد سارح هما للجيد سارح خلاص صراحا لا عم يعد لعي يعني لهم شيئا وهذا طبعا ديدا للمؤسسة العسكرية أنا عشت في المؤسسة العسكرية لم نحتفي اليوما برحيل مسؤول أو شيء من هذا القبيل ولكن على المستوى السياسي لديه بصمات إذن قضية تتعلق بالمجتمع المدني تتعلق بالجهات المدنية تتعلق برئاسة الجمهورية وأشياء أخرى ننتظر أو ننتظر ماذا ستقول على كل حد إذن خالد نزار استرجعوه بالنسبة لي استرجاع خالد نزار أولى من ملاحقته حتى لو كان المقابل أنه يتم إفراغ مذكرة توقيف لأن القضية يا جمع الكثير انتقدوا عودة خالد نزار عودة خالد نزار فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلم الجانب الإيجابي أنه جنرال ووزير دفاع سابق عاد إلى بلادي وعنده مذكرة توقيف وملاحق مع الجنرالات الآخرين أنا لا أدري كيف الناس اللي ينتقدوا في عودة خالد نزار وفي نفس الوقت ينتقدوا محاكمة التوفيق كثير أنه التوفيق وكذا هم يريدون كأنهم يريدون أن الجيش يفتح ملفات قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي حدثت في التسعينات يفتحها بنفسه وغد نفسه وفي المؤسسة العسكرية اللي ما تحلمش بيها هذا ما يديروها هذا إذا حدث تغيير حقيقي في الدولة ويتغير النظام وتكون هناك عدالة انتقالية ولا أعتقد في هذه الحالة سيتم فتح تلك الملفات لأنها ملفات تورط مؤسسة وتورط قادة وتورط كثير من الأطراف طبعا ولا نبرأ الجماعات الإرهابية التي فعلت ما يندله الجبين على الأقل في بعض الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية كان بعض القادة العسكريين المتواجدين في تلك المنطق قصروا لأنه أنا نكون مسؤول عسكري في براسة نحميها وبعد ذلك تتمكن جماعة من ارتكاب مجزرة معينة هنا أتحمل مسؤولية ليس أنني ارتكبت المجزرة أنني قصرت قصرت ولو لم أقصر من الناحية الأمنية ما وصل هؤلاء القتلة إلى بيوت الناس الآمنين وذبحهم وقتل عودة خالد النظام قلت فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلب الجانب الإيجابي ذكرناه بالنسبة للمؤسسة العسكري أنه شخص جنيرال يكون في الخارج يشكل خطر من ناحية الأمنة طويم من كثير منها لكن الناحية السلبية أنه أعطت صورة أنه خالد النظار لا يمكن أن يعود بدون صفقة مستحيل والصفقة هذه دارها مع يوسف بوزيت وشنغريحة وجمعها ما هي الصفقة هل خالد النظار دخل باشي يروح للحبس؟ أبدا أو عدوه بأنه هذه القضية رح تطوى ورح تم إفراغ مذكرة التوقيف الدولية ومن المفروض قانونيا أنه واحد حوكم بجناية معينة وصدر في حقه بأمر بالقبض يلقى عليه القبض في المطار ويذهب إلى المحكمة وفي المحكمة يتم إفراغ مذكرة التوقيف وأيضا يعمل معارضة على الحكم الغيابي ولكن يتم إيداعه السجن خالد النظار لم يودع في السجن بل أنه استقبله بطريقة رسمية هي وتم حلله كل مشاكله وفيه مصادر تحكي أنه موجود في داره وفيه مصادر تحكي أنه يتواجد في مكان آخر إذن وجود صفقة هل الصفقة على حساب المسار اللي كان القيد صالح هو هو رأس الحربة فيه أنا أعتقد بأنه خالد النظار يتماهى مع كل مرحلة وشفناه كيف كنت قد القيد صالح وبعد ذلك تشوف كيف غاز للمؤسسة العسكرية وهو كان موجود في إسبانيا إذن الصفقة تكون على حساب المسار لذلك قلت لكم أنه شنغريحة عندما جاء إلى قيادة الأركان ماذا فعل أبعد أنهى تقريبا المسار القيد صالح وراح يصنع مسار جديد المسار الجديد ماذا فيه يستعيد كل الإقتجراءات التي اتخذها القيد صالح رح تنتهي رح يتخلوا طبعا ما هذا بش بعض الناس يتحدثوا بأنه ويحيى يخرج ويسل هذا لا يساوون شيئا بل أنهم رح يخلوهم في الحبز وسعيد بوتفليقة وغير 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 هذا لا يساوون شيئا هما يهمهم اللوبيهات اللوبيهات في داخل المؤسسة العسكرية يهمهم جنيرالات يهمهم قادة عسكريين توفيق رحوا المخابرات أكثر من عشرين عام رحوا علبة سوداء إلى نظام الحكم في التسعينات وارواح هؤلاء ما يستغنوا عليهم هؤلاء ما يخلوهم ما يتخلوا عليهم حتى القيد صاح تخلى عليهم وكان مستعجف تحلهم كل الملفات ولكن الرؤية تغير يعني كثير رح يتساءلوا يقولك أنت تتحدث عن مؤسسة العسكرية لم تذكرنا بتبون تبون يا جماعة هو رئيس الجمهورية انتخبه في 12-12-2019 رأى تستلم الحكم ما جاء عنده طاقة ما عنده نفوذ دخل مؤسسة العسكرية جاء بقبة أو تحت قبعة القيد صالح وواصل بعد رحيل القيد صالح تحت قبعة شنجريا وهذه الحقيقة لأنه النظام الجزائري نظام في ظاهره مدني ولكن السستام هو سستام عسكري بمعنى الكلمة وتفكيك هذه المنظومة مش سهلة مش بمجرد شعارات دولة مدنية مش عسكرية تستطيع أن تفكك هذه المنظومة انظروا إلى بعض الدول كيف فككت هذه المنظومة العسكرية مثل تركيا كيف قضوا سنوات طويلة وهم في الحكم وبرلمان عندهم الأغلبية ولم ينجحوا في تفكيك هذه المنظومة إلا بعد 20 عاما أنت جيب مجرد ما يخرج الشعب إلى الشارع والشعب غير مؤدلج ولا غير مسيس ولا غير مؤثر وتريد بها أن تسقط نظام أو منظومة عسكرية داخل السستام هذا كلام فارغ ولا يمكن أن يتحقق منه شيئا لذلك أقول إخواني الكرام أن السقوط الذين يبحثون عن إسقاط النظام استهدفوا مباشرة المؤسسة العسكرية لأنهم يدركون أن السستام روح انتعوا في المؤسسة العسكرية لذلك كانت بهذه الطريقة لم تنجح عملية تسعينات لما حملوا السلاح ضد المؤسسة العسكرية لم يفلحوا لم يفلحوا محاولة استغلال المواطنين والمتظاهرين في الشوارع ضد المؤسسة العسكرية لم يفلحوا ولن يفلحوا بأي أسلوب هناك أسلوب واحد وهو المضال عبر التغنغل في مؤسسات الدولة وصناعة محاولة صناعة جيل آخر في المؤسسة العسكرية وهذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى أن يكون هناك قوة سياسية فاعلة ومؤثرة في الشارع مجتمع مدني مؤثر وفاعل وأيضا رئاسة ومؤسسات تتواجد فيها شخصيات مؤثرة وفاعلة وهذا يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاء لذلك إخواني الكرام الذي حدث على مدار هذا العام أنه لم يكن هناك مشروع لاستعادة ثقة المواطنين وثقة الشعب الجزائري بل هناك انطلق مشروع تفكيك تركة القايد صالح التي كنا نعتقد أنها تركة المؤسسة العسكرية ولكن الذي حدث أن المؤسسة العسكرية بمجرد وفاة القايد صالح أن المؤسسة العسكرية الذين استلموا المؤسسة العسكرية مباشرة وجهوها في اتجاه آخر ولذلك دائما نقول أن المؤسسة العسكرية في الجزائر دائما تخضع إلى أمزجة وأهواء القادة في مواقفها بما يخص المشهد السياسي ولا يمكن أنها تكون عندها سياسة استراتيجية معينة مرسومة القائد الذي يأتي يكمل طريق قال هذا القائد وضع لبنات يجي لأخر يزيد يضع لبنات وتستمر الأمر المؤسسة العسكرية الجزائرية لا تفكر هكذا مباشرة كل واحد يجي يقفز من المكان الذي كان يوضع فيه القائد السابق اللبنات إلى مكان آخر يضع فيه لبنات جديدة هذا في أقل الأحوال أو يدمر أو يحطم ويهدم اللبنات التي وضعها سابقه ويضع لبناته ولذلك عانت المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية دفعت الثمن في التسعينات يا جماعة راهي أكثر من خمسين ألف جريح وقتيل وكثير وكثير دفعت الثمن غالي شوفوا المشطوبين من الجيش كيف يعانون كيف ناس كانوا كافحوا الإرهاب وساهموا بمجرد أسباب معينة بينهم الذين تم شطبهم بأسباب نفسية هم أصلا مما عانوه في مجال مكافحة الإرهاب شطبوهم بسبب حالة نفسية وفي ذلك الوقت المشطوب بسبب هذا السبب ليس له حقوق إذن عندما يأتي الآن المشطوبين في المؤسسة العسكرية الذين لعبوا دور فعال في مرحلة أساسية وحاسمة من عمر الجزائر في التسعينات الآن يتظاهروا ووصلوا حتى العمليات ضربهم من طرف الشرطة أعتقد بأن الأمر غير جيد للمؤسسة العسكرية ما يجب أن المؤسسة العسكرية تلهث من أجل حماية خالد نزار وفي الوقت تستغني عن ضباط وصف ضباط وجنود الذين قدموا خدمة كبيرة للجيش وللجزائر في مرحلة لو لم يكونوا بعض الله تعالى لسيطرت الجياة وجماعات الإرهابية على الدولة وحولت الجزائر إلى جزائرستان أو وتصوملت وتسورنت الجزائر كما حسب المراحل التي يمر بها العالم إذن إخواني الكرام أنا أقول بأنه على هذا المدار على عام الذي حدث هو تفكي ما قدمه القايد صالح آمر آخر أنه استغلوا كما قلت الكورونا لأن الشعب المشكلة التي حدثت أنه القايد صالح رحمة الله عليه لديه إيجابيات ولكن لديه بعض الأخطاء أنه لم يتماهى مع الشارع الجزائري من خلال بعض الأشخاص لم يتماهى لذلك هو وضع الناس كل في سلة وحدة الناس هو عنده معطيات عن الناس اللي حرضوا عليه من وجهات الحراك وللأسف أنه الذين تصدروا المشهد في تلك المرحلة ومجمع ترشاد ومجمع بقايا الفيس وبقايا عن طرزوابري ينظروا إلى القايد صالح كأنه عدو تقليدي وعدو تاريخي وعدو كلاسيك يسمىه كما تريد لذلك لا يمكن أن يتماشوا معه ونجحوا في تحريض الشارع لوقفين الآن في الصفوف الأمامية من خلال وصائد التواصل الاجتماعي نجحوا في تحريض الشارع ضد القايد صالح القايد صالح نظر إلى واجهات الحراك بمنظار واحد من خلال المعطيات التي تقدم ولذلك أن المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت أخطأت لو كسبت بعض واجهات الحراك الشعبي وحاولت أن تكسب الشارع من خلال التماهي مع هذه الواجهات ليه كان أفضل بكثير لذلك تركة القايد صالح كانت عبارة عن قرارات جاءت في إطار سياسة مؤسسة كان يقودها بمجرد ما راح لهذه المؤسسة راح تفكك هذه التركة وتفكك حتى المنظومة التي كانت مقربة من القايد صالح أما على المستوى السياسي فلا يعني لهم شيء لأنه تبون لم يكن لديه ثقا وقلت لكم تبون ضعيف ضعيف أولا أنه كان غيطان تاعوا أنه لما جاء لم يكن مرشح الجيش وهذه الحقيقة كانت معلومات أنذاك بأن الجيش كان سيدعم مرشح آخر يظهر في الدقائق الأخيرة ولم يظهر لا أدري السبب هذا الموضوع له علامات استفهام كثيرة حاولت نبحث فيه ولكن لم أتوفر لديه معطايا أنه لم يكن هناك مرشح للجيش ولا مرشح للمؤسسة العسكرية حتى تبون ما قيل أنه مرشح المؤسسة العسكرية كلم فارغ وجيبوا صورته وهو مع القايد صالح يشعله في الدخان وكان في ذلك وزير أو شيء من هذا القبيل كأدليل على أنه مرشح القايد صالح لم يكن بل أنه تبون حاول أن يتواصل مع القايد صالح في فترة الحملة الانتخابية وفترة الترشحات ولم يفلح بذلك ولم يلتقي القايد صالح ولم يتكلم معه هذه المعلومة اللي عندي من محيط كان مقرب للقايد صالح إذن وش هي الإشكالية الانتخابية كي جاء ما عندوش طاقم قوي ما عندوش شعبية تبون لما جاء نسبة قليلة اللي فوطة تاني واللي مشت لسناديق الاقتراع مشت من أجل عيون القايد صالح هذه الحقيقة وليس من أجل تبون لأنه حتى تبون لم يقدم أي برنامج ولو تبع حملة الانتخابية تعالوا ما بقينا حتى برنامج وعودوا كذا وكذا وكان يطلقها بحذر شديد إذ خايف من المؤسسة العسكرية لأنه خايف يطلق شيء لا يغضب المؤسسة العسكرية يدفع الثمن خاصة أنه فيه ملفات وكذا وكذا كان يتوقع في أي لحظة أنهم يجيوا الشرطة يلحقوه ويحيوا سلال كان هكذا هكذا قالوا لأشخاص كانوا مقربين من تبون في فطرة الحملة الانتخابية كان عايش الرعب لذلك لم يكن قوي بالنسبة للمؤسسة العسكرية لم يكن قوي بالنسبة للشعب لما مشاهناك مشاه بيدون طاقم وجد الرئاسة ملغومة بجماعة ويحيى وسلال وتفليقة والسعيد وكذا وكذا حتى الطاقم اللي يجابه معاه وشكو اللي يجاب معاه جاب بعض الأشخاص راهمية هذا ما يرقصوا معاه أي مطبل ولا يهمهم المهم دخلوا الرئاسة كمستشارين وكذا وكذا المهم يبقى هناك أول حاجة لازم له يغازل أجهات العسكر لأنه وجوده في ذلك المكان يتوقف على تقرير يعمله الأمن آمر آخر أنه ليس وفي البارح بينهم اللي كان يفرح أنه خمس مع ابو تفليقة غدوا لقاروح مستشار في رئاسة الجمهورية مع تبو واخرين هكشفت كيف اشخرجوا من المشهد طردوهم وفيهم محمد العقاب نحاولوا البطش في بوست بوليس كان هو مدير الإعلام في الحملة الانتخابية ادخل إلى هذا المكان ما عندوش رجال بلا رجال بلا برنامج بلا غطاء سيبقى عاري يخضع إلى كثير من الضغوطات الداخلية والمحيطة واللي جاية من قيادة الأركان ووزارة الدفاع لذلك الرئيس كان ماشي في طريق محتم عليه راكب فيه راكب فوق شريطة وهي ماشي به في الطريق جماعة اللي يمشوا فيها ورغم ذلك خططوا إلى إيسقات لأنهم يريدون أن يصنعوا رئيس ما حابين شيء يذكرهم بالقايد صالح بالنسبة لهم تبون جماعة العصابة اللي موجودة في السجون وخارج السجون أنه تبون خانهم أولا ترشح كحر ما ترشح باسم جبهة التحرير الوطني أول ثاني حاجة أنه تماهى مع القايد صالح بل أنه يظنوا ويحسبوه من رجال القايد صالح لذلك حتى لو كان يمشي معهم في الطريق كانوا يخطو باش يسقطو لكن حدث الأمر جال مرض انتاعه وشفته كيفاش تعاملت كانوا ينتقموا منه حتى وشفت كيفاش اظهر ولأشياء كثيرة تدل على أنه كان مجرد أنهم يضعفوا فيه حتى كراح للانتخابات أو استفتاء تعديل الدستور شفته كيفاش كان ضعيف جدا 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 والنتائج كانت سلبية كانوا كما يقولوا يطيحوا فيه على راسه لا أدري هل يعلم أو لا يعلم حتى ظهوره تموا تصوير فيديو بعثوه للوزارة الديفاع قالوا انهم يفوت انتظر باشي يفوت حتى عايطوا منه قالوا الوزارة بيا والدي رأي الأمور رأي تمشي ربما يتبقوا عليك المادة الدستورية الدستورية هو في وضع صحي ما يقدرش يركب في طيارة يروح مازال ما زال وضع الصحي سيء حتى كان خرج من مرحلة الخطر ولكن ما زال في مرحلة لا تسمح له أن يعود ويمارس مهامه بصفة عادية إذن ضعيف صحي ضعيف شعبي ضعيف من ناحية الأجهزة معاه إذن من صاحب القوة لذلك أن الرئيس لم يحقق شيئا من الوعود حتى الدستور محضره والدستور كتبه أنت عموا تفليق وقلناها كم من مرة الذي تحقق يا جماعة على ما درعام أن السلطة والتي الرجل الفاعل فيها في هذه المرحلة هو الفريق سعيد شنغريحة قاموا على ما درعام بتفكيك ما ما سر جيد صالح هذا هو لذلك لم يحققوا على المستوى السياسي والاجتماعي أي شيء الجزائر الآن تعاني من الفقر تعاني من كثير من الأمور جائحة كورونا أنهكت الناس والسلطة لم تقدم شيئا الحكومة تتغنى بالشعارات وحتى لذلك لما شفنا التلفزيون الجزائري لما بدأ يتحدث على إنجازات تبوين على مدار عام لم يجد إلا الشعر والأدبيات فقدتوا الكلمات والشعارات والكلمات الفضفاضة اللي لا وجود لها في أرض الواقع الجزائريون يصخرون منها في مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يستطيع أن يتحدث عن إنجازات لحتى حققتها المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية ما زالت السلطة بين أيديهم المؤسسة العسكرية عادت رسم المرحلة وفق ما يراد ليس كما تريدها العصابة وليس على الطريقة المناهضة للعصابة بل بطريقة وسطية بينهما بينهما ما استغنوا ما جوعوا الذين ما بكوا الرائع هذه اللي عملوها على مدار عام لذلك على مدار عام لم يتحقق شيء حتى الاستفتاء لا يعتبر إنجاز لو أن الرئيس دير دستور وفوط عليه الأغلبية الجزائريين والأكثرية الساحقة والأغلبية الساحقة هي اللي قالت نعم سنعتبره إنجاز الدستور مش إنجاز الانتخابات اللي رايح لها وقالوا الانتخابات مش إنجاز القرارات التي اتخذت مش إنجاز التغييرات في المناصب كذا لم تحدث البرلمان ما زال برلمان بوتفليقة مجلس الأمة ما زال مجلس بوتفليقة يقى الدستور اللي جاء دستور بوتفليقة يقى وين هو وين هو الإنجاز اللي تحق ما الذي تحقق للحراك الشعبي الحراك الشعبي يتحقق له شيء واحد هي العهدة الخامسة راح سعيد بوتفليق ولكن راح تشكلت طريقة أخرى الرئيس كان عاجز وغائب عن المشهد السياسي حتى تبون عنده الآن راح في الشهر الثالث هو غائب عن ممارسة مهام ما زالت ممارسة مهامه من خلال أخباره أرسله وبعثه وقرره وكذا وكذا حتى قالوا بأنه آمر الحكومة السؤال كيف آمره؟ هل اتصل بهم؟ هل تكلم مع رئيس الحكومة؟ للحظة هذه اليوم في الذكرى الأولى لوفاة القيد صالح لم نشاهد مسؤول واحد صور معه تبون زاره وصور معه لم يظهر الرئيس منذ ظهوره يوم 13 وعشرة أيام اليوم ما عودش ظهر مرة ثانية آخر بيان أصدرته رئاس الجمهورية كان يوم 30 نوفمبر عندما قالت سيعود في الأيام القادمة من 30 نوفمبر إلى اليوم رانا خريب 25 يوم لم يرجع الرئيس ولا ظهر مع دلمرة الوحيدة التي ظهر في ذلك الخطاب لزاد عقد الأمور أكثر من محله أيضا إخواني الكرام حوصلة للأمر أقول بأنه العام من حكم تبون في الرئاسة أو من وصول تبون للرئاسة ومن رحيل القيد صالح الذي تم إنجازه هو العمل على تفكيك مشروع القيد صالح العمل على تفكيك الحراك الشعبي حتى لا يتهيكل في أي شيء وتركه مجرد الرد حراك على شبكات التواصل الاجتماعي على أرض الواقع مش موجود لعدة أسباب هناك اليأس هناك الخوف هناك جائحة كورونا هناك كثير من الأسباب هناك عدم وضوح الرؤية هناك الصدمة التي صدم بها الكثيرون مجراء ما حدث على مدار هذا العام ما الذي حدث الذي حدث ما زلنا مع الشنغريحة في رحلة تفكيك إلى تركة القيد صالح فقط وهذا بالنسبة لنا لا يعتبر إنجاز كان من المفروض أن يتم إكمال الطريق وفق تلك الرؤية وذلك المسار الذي أيدناه فيه بلا أدنى شك فيه بعض الأخطاء فيه كثير من الأمور التي لدينا عليها بعض التحفظات وهناك التي لدينا عليها تحفظات كاملة كان من المفروض أن يتم تصحيحها فقد ولد المسار في ظروف معينة غير هذه الظروف والظروف تتغير ويجب أن المسار يتماهى مع ما تفرزه المرحلة من تحولات ولكن للأسف الشديد الذي حدث هو أن المسار توقف في نقطة معينة وبدأ يجتر ما أفرزه من من معطيات وشنغريحة واصل رحلة تفكيك تركة القيد صالح فقط وهذه الإشكالية التي وصلنا إليها الآن نحن في نهاية السنة وفي الذكرى الأولى تبون لم يحتفل مع الجزائريين بعام من وصوله للسلطة احتفل التلفزيون على طريقته الخاصة لم يحذر ذكرى وفاة القيد صالح الذي كان رمز لتلك المرحلة التي أوصلته إلى السلطة لم يدشن المسجد الذي حلم أبو تفلق بتنشينه وحلو ما هو أيضا أن يدشنه لم يدشنه لم يصلي صلاة عيد لم يصلي صلاة جمعة المساجد أغلقت لم يذهب خلاف خرج مرة الألمانيا وخرج مرة إلى السعودية وعاود رجع لألمانيا كمريد على مستوى ليبيا على المستوى الخارجي لم يحقق أي تطور أطلق وعود وأطلق أشياء ثم تراجع المغرب حقق نال اعتراف لأمريكا هي القوة العظمى واعتراف أحادي من طرف إدارة ترامب بسيادة أو ما تسمى سيادة المغرب على الصحراء الغربية حقيقة على مستوى مجلس الأمن خمس دول رافض هذا الموقف الأحادي لأنها بالنسبة إليها تساعد وتدعم وتؤيد المسار الأممي في القضية الصحراوية المنبني على تقرير المصير هذا الإنجاز لم تحققه الجزائر ولا حققته عدالة القضية وحققته الجزائر في مراحل سابقة الآن على المستوى الدبلوماسي في قضية الصحراء الغربية الجزائر تحقق بعض الإنجازات ليس من دبلوماسيتها الحالية بل بسبب دبلوماسية تواري بوميديون وتلك المراحل التي مضت أما الآن لم تحقق شيئا على المستوى الدبلوماسي ولا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الأمني ولا أي شيء الوضع ما زال متوقف في مكانه للأسف الشديد لأن السلطة الفعلية وأن السستام والنظام أراد تفكيك وحد الخرم عمل الجيد صالح في همانظومة الحكم فبقوا الآن في مرحلة على مدار عام وهم يتخلصون من هذه التركة ويغلقون هذا النفق الذي أحدثه الجيد صالح والذي استعاد النظام بسببه بعض الثقة أو ثقة كبيرة لدى الجزائريين ولكن للأسف الشديد العسكر يفكرون بطريقة دائما للأسف الشديد سلبية بسبب أنهم غير مؤهلين سياسيا وإن كانوا مؤهلين عسكريا وحتى عسكريا هناك الكثير من النقاط السوداء الموجودة في نصاعة تلك البيار الذي تتميز به المؤسسة العسكرية بصفتها أهم مؤسسة في الدولة الجزائرية والتي يجب أن تحافظ على أهميتها ودورها الدستوري بعيدا عن ملاعب السياسة القذرة التي تسيء لقادتها وتسيء لثكناتها وتسيء لأهميتها وتخلق الشرخ بينها وبين الجماهير الشعبية في ظل عالم مفتوح على كل الإحتمالات وفي ظل عالم تحول أيضا إلى قرية صغيرة وكل فرد عبارة عن قناة فضائية متحركة من خلال جوال صغير بين يدك الحديث مزال طويل في هذا الموضوع وقد أطلت عليكم إن شاء الله ألقاكم في مداخلة أخرى لنكمل ما تبقى من الكلام عن هذه المرحلة الحاسمة والخطيرة من عمر الجزائر إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله